تقوم تلك الطاقة الشيطانية السودوية بالتلبس بروحانية عند ذلك الحياة عيشها مش عارفة يعني يضحك ويأكل ويشرب ويقول لك الحياة ياهابي روحانية غير طيبة وشيطانية السودوية محيطة بهذا المكان في فرق كبير جداً ما بين المرض الروحي والمرض العضوي بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى مباشرة بالشب الأبيض والحرمل والفاسوخ الأسود والجاو الأسود السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوع اليوم موضوع مهم جداً فأرجوه من كل مهتم بهذا النوع من السحر اللي هو سحر العتابات هذا السحر العتابات سحر خطير جداً قدر أقول لك هو الرقم واحد من الأسحار المتسببة في العكوسات والموانع والعوارد يعني هذا كأنك تأخذ الموانع والعوارد والعكوسات كلها ويصبونها فوقك أرجو من كل مهتم بهذا الباب اللي هو سحر الموانع والعوارد والعكوسات التي ترافق الإنسان على فكرة ترافق الإنسان معناها أن أشخاص كثيرون جداً يعيشون معها أو يتعايشون مع هذه الموانع وهذه العوارد وهذه العكوسات تلاقيه مثل ذلك الغزال الذي يفترسه الضباع ولكنه لا يستطيع أن يزوي حاجة أتعايش مع هذا الشيء فلا نتعايش معه إن شاء الله لديكم العلاج الحقيقي بتاع هذه الأشياء بإذن الله أرجو كل مهتم بهذا الباب أن يتابع الموضوع لأنني سأضاع فيه شروحات مهمة جداً سنتكلم أول أمر عن أسباب وكيفية إبطال وذذمير موانع العثابات سحر العثابات حينما أقول العثابات فالمقصود هو عثبة البيت مثلاً عثبة المنزل أو عثبة المحل التجاري إنسان اللي عنده مقهى عنده محل تجاري يترزق فيه ربنا سبحانه وتعالى يبيع ويشتريه أو عثبة بيت الزوجية أو عثبة العمل يعني الإنسان لو يشتغل في شركة أو إدارة أو وزارة ممكن يروحون هؤلاء الأشخاص الذين لا يخفون الله يروح ورشد لك أمام العثابات لا يهموا أي شيء حتى لو يخطي كل الموظفين يخطون هذا السحر لا يوجد مشكلة المهم أنه يقضي على ذلك الشخص الذي يستهدفه فأعلم باركك الله تعالى أن أخطر أنواع السحر وأشده فتكاً هو سحر العثابات ممكن يكون مرشوش ممكن يكون منتور مرشوش معناها أن يخضون ماء ويقرأون عليه أو يعزمون عليه أو يقومون بأعمال سحر ويقومون برشه على تلك العثابات أو هو السحر المنطور السحر المنطور ممكن يخضوا ثراب مثلاً من المقابر أو ثراب من تحت الجيف الله يكرمكم ويقومون بنثر ذلك الثراب على هذه العثابات أو يكونوا في الخيوط المعقودة خيوط معقودة أنهم يخدون خيوط ويصيرون يعقودونها 7 عقاد أو 11 عقاد أو 21 عقاد ويضعونها في الطريق يخطيها ذلك الشخص أو الأشخاص المستهدفون يخطيها بدون ما يأخذ باله يعني المسكين ماشي على نية من الله سبحانه وثعاله لا ليس في باله شيء وبعدين يصير يخطي ذلك الشيء يتم وضعه له فالذي يضع له هذه الأمور يقوم بوضعها بطريقة تمويهية الشخص المسكين لا يأخذ باله بس يخطي هذه الأمور وبعدين يخطيها ما الذي يصير معه تقوم تلك الطاقة الشيطانية السحرية السودوية بالتلبس بروحانيته لا يشعر بها فهو تلبس وهذا النوع من السحر هو المسبب الرئيسي لقلة الرزق كان عندي الرزق بثاعلة أعلم كيف يأتي وكيف يذهب والمحفظة تأتي دائما فاضية ومعندي بركة في الرزق فاعلم أن هذا السحر المرشوش على العثابات هو المسبب رقم واحد لهذه الأمور فالعثابة بتعته مرشوشة لا يفارقه الفقر سبحان الله ولا يفارقه بيته حتى لو عملا لعمل يبقى ملسوع مسكين بسبب هذا السحر وهو أيضا هذا السحر المرشوش أعاذنا الله وأعاذكم منه وأبعذ عنه وعنكم هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بهذه الأعمال الشيطانية هو المسبب لقلة الصحة والهلاك في الجسد وكثرة الأمراض والأسقام فالشاب مسكين صغير عنده عشرين خمسة وعشرين ثلاثين سنة قل لك عندي ركبي يعني عني من الأمراض التي يعاني منها عنده تسعين سنة قل لك أنا عندي أمراض متنوعة وعنده سكري وعنده مش عارف فتبدأ من ألام الركب وتنتهي إلى ألام الراس قل لك أنا رأسي لا يحبس من الدقي يعني لهم كله وفي أمور أصبح تظهر في هذا الزمن يعني إنسان يستغرب منها يعني أقول المرشوش عتبته يكون حال حال تتكالب عليه الموانع والعوارض وتتكالب عليه العكوسات ويكون الفقر والحاجة وقلة المال وضيق الحال هذه الأشياء كلها تكون أصدقاء له ربما أحيانا قد لا يجدوا حتى ثمانة خبز يشتريه له أو يشتريه لأولاد ويقول لك ما عنديش ما عنديش يعني أنا شخصيا أرى أن سحر العثابات هو سحر خلاء ضيار وغالبا الناس الذين يقومون بهذا النوع من السحر ليست يطروح عندي ساحرة أو ساحرة ومشعوذة أو دجالة الله أعلم بهم هذا النوع من الأشخاص الذين يقومون بهذا السحر تكون لهم أهداف معينة يعني هو عنده الهدف بتاعه من وراء القيام بهذا السحر أهداف معين ممكن يكون مثلا طلاق للزوجين يقولون طيب أنا عاوز أسوي طلاق لفلان وفلان يقولون الساحرة أو الساحرة خذ هذا الماء أو خذ هذا التراب ورشوا على عثبة البيت وغالبا يقومون بيرش الماء النجس مسحور يرشوا على عثبة الزوجين فتقوموا الحرب بينهما ويقوم هذا الملعون أو الملعون اللي يسوى هذا الشيء بأعادة الرشت كل مرة يعني كل مرة يجي يرش لك شوية في البيت إلى أن يحدث الشتات والطلاق وربما تحدث مصائب أخرى من جراء هذا السحر الإنسان اللي تكون روحانية هوائية أو خفيفة يكون الطبع هوائي أو يكون عنده تلك الروحانية بتاعته خفيفة أو يكون عنده وسوم في الجسم بتاعه يعني مسكين أصلا ملبوس يعني هنا تتلخبط عنه الأمور يصير عنده تداخل قارين مع اللي لبسه مع روحانيته مع الطاقة اللي فيه مع الحال اللي عنده جواد جسمه أو داخل جسمه هنا يصير عنده ضرب يعني ممكن يصاب بالجنون ممكن أنه ينتحر في أحيان كثيرة أو ممكن يؤذي إلى الجرح والضرب وتبادل الجرح والضرب بين الطرفين قد يصل إلى القتل والعياذ بالله إن استحكم هذا السحر في الرجل أو المرأة أو استحكم فيه ما معا هذا الشيء يستحكمه فقط إذا كان الإنسان بعيدا عن الله لا يصلي ولا يعرف ربنا وين هو وعند ذلك الحياة بتاعته عيشها مسكين لا يعرف يعني يضحك ويأكل ويشرب ويقول لك الحياة هي هذه بس الحياة الحقيقية لا يعيشها أما الإنسان المؤمن فإنه ينتبه أن الذي يصلي ويعبد الله سبحانه وتعالى يكون عنده الذكر ويكون عند ذلك النور داخله فذلك النور ينبهه بإذن الله فيعلم ما يقع بأمر الله سبحانه وتعالى يحس بأشياء غير عادية حوله أو في العسفة بثعته وتجريه إشارات يجي عنده واحد يقول له لا أنا شايفك مش كويس يعني هذا إشارة لما يجي عندك واحد ويخبرك بأشياء يقول لك أنا شايفك مش كويس رايح هنا تعالى في راقي فولاني حيرقيك سويها للعمل هذا يديك إشارة أو يديك خدمة أو يديك أشياء يقول لك سوي هذه افعل هذه قم بهذه هذه عبارة عن إشارات يلزم أن ننتبه لها ونقوم بها بإذن الله سبحانه وتعالى لأن هذه الإشارات لا تأتي هكذا عبثة يعني هذه الإشارات تأتي من الله سبحانه وتعالى أول شيء ويجي عن طريق أشخاص آخرين ربما لا تعرفوا أو لا يعرفوا ويجي عندك في الشارع ويقول لك لا أنا شايف مش كويس أو سوي هذه إن شاء الله يجزل عنك هذه الأشياء فهذه الأمور كلها عبارة عن إشارات ربانية يجب أن ننتبه إليها ونقوم بها لكي تزول لا تلك الموانع والعوارد فإذا انتبه الإنسان إلى تلك الإشارات يجب عليه أن يبحث عن الحلول قبل أن يغرق وهنا أيضا يوجد نوع خبيت من السحر المنطور هذا السحر المنطور خاص بتسليط بالفقر والموانع والعوارد والعكوسات هناك أيضا نوع خدا من السحر المنطور السحر المنطور ليس الشحر المرشوش يكون الثراب أو رمل أعيص شيء تنتر وليس ترتش فقلت أن هناك نوع خ فيت من هذا السحر المنطور خاص بالتسليط الفقر والموانع والعوارد والعكوسات والنحس على شخص يعني شخص تم استهدافه فإنهم يقومون بهذا السحر المنطور على عثبته فلا يمشي فقط على هذا الشخص يمشي عليه وعلى كل اللي يخطي العثب من عائلته وأولاده وأمه وأبيه وكل هؤلاء الأشخاص سمعهم تلك الموانع والعوارض وهذا السحر عبارة عن شيء شيطاني يأخذه الساحر أو الساحرة من تحت كلب مات يعني يرصد المكان بثاعه لغاية ما يتحلله أول ما يتحلله انتهى الموضوع يروح يأخذون ثراب من نفس المكان ويقومون به بعض التقوص الشيطانية على هذا الثراب هذا وينثرون هذا الثراب على عثبته منزل المطلوب يقول لك خذ هذا الثراب ورشه على العثبة بثاعة هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو حتى ممكن يكون محل تجاري مقهى أو محل تجاري يقول لك خذ هذا الثراب ورشه على العثبة بتاعتها المحل التجاري فهذا يسمى السحر المنطور وهذا السحر المنطور تكون له استجابة سريعة جدا تلاقي المنزل أو العثبة التي تعرضت للسحر المنطور تقوم داخل ذلك المنزل أو ذلك المحل أو غيره تقوم القيامة داخل منزل ذلك الشخص ويتغيروا حاله سير يدخل الفقر والحاجة والهم والغم والمشاكل وإن كان محلا تجاريا تقوم الحروب في ذلك المحل التجاري تلاقيها حروب ما بين الشركاء وحروب ما بين العمال وضربوا ويهربوا الزبناء ويصابوا ذلك المحل بالكساد والإفلاس سريعة ومن علامة السحر أن المنزل تلاقي به دباب أو في المحل التجاري تلاقي به دباب شيء غير طبيعي يعني الإنسان ينظف كل حاجة يصير فيه دباب ويصير ظهور صراصير داخل البيت تلاقي صراصير جوات البيت أو جوات المحل التجاري نظف زي ما انت عاوز نظف كما تريد ولكن سبحان الله لا بد أن تجد تلك الصراصير أو تجد بعض الحشرات اللي غريبة جدا داخل البيت فهذا معناه أن فيه طاقة غير كويسة أو طاقة غير جيدة محيطة بهذا البيت هذا وروحانية غير طيبة والشيطانية السودوية محيطة بهذا المكان وتصبح في البيت أو في المحل التجاري لائحة كريمة يعني انت عطر كما تريد ولكن تجد تلك الرائحة لا تتغير ولا تريد أن تزول هذا معناه أن العثار بتاعتنا مرشوشة وهناك طاقة سلبية داخل البيت وهذا من أخبتي وأنعي الأسحار التي تستهدف الرزق والعيد بالله وهناك النوع الثالث من سحر العتابات وغلبا يقوم بهذا النوع الثالث من قطع يذه من يد الله فيأخذون خيوط من الصوف يكون رقيقة وغير واضحة للناس ويأخذونها ويلفونها بالعكس ويعقودون فيها عقد لقيا 7 عقاد 11 عقدة وكل عقدة تعقد على اسم الشخص المستهدف فيضعون له هذه الخيوط في عتبة البيت ويراقبون يرجع وراء ويصير راقب ما عندوش شغل يصير راقب حتى إذا خرج ذلك الشخص وخطى ذلك الخير فإنهم يأخذونه مرة ثانية ويربطونه في مكان نجس ويجهدون في أن يكون ذلك المكان مهجور يعني يروح يبحث عن مكان مهجور ويكون ذلك المكان منحوس ولا يستطيع أي شخص يصل إليه وغالبا هذا النوع الثالث يهدفون من ورائه إلى الأمراض يعني تمريض الأشخاص وإحداث العلل في الأجساد بثاء الأشخاص الذين يريدون أديتهم وفعلا سبحان الله تظهر على المسحور علل إنسان اللي يخطيها الأشياء اللي تظهر عليه علل أمراض قد يحير الطب في علاجها صيف الطب الحديث بكل الإمكانيات بتاعه بكل الأشياء اللي عنده يحير في علاجها وقد تكون قاتلة في أحيان كثيرة ومميتة والعياذ بالله وهنا أقول حتى وإن لم تكون صاحب العثبة المرشوشة أو المسحورة وكنت فقط من رواد المحل التجاري كان سواء كان مقهى أو محلي بيعون فيه ملابس يبيعون فيه أكل يبيعون فيه شرب الله أعلم أماكن تجارية لترشي عتابات بثاعها فاعلم أنك أنت أيضا ستتأثره إن خطيت هذا النوع من السحر لو كان هؤلاء الأشخاص لسه رشين المكان وخطيت أنت هذا السحر ربما كنت تريد شراء شيء وتتصادف مع المشكل ولهذا سبحان الله قبل عشرين سنة لا أعتقد كان أصحاب المحلات التجارية كل صباح أنا أذكر هذا الشيء كل صباح يقومون بتشغيل صورة البقرة يشغل صورة البقرة داخل المحل بثاعه أي محل سواء كان يبيع توب أو يبيع ملابس جاهزة أو يبيع حلويات أو عنده مقهى أو غيره يقومون بتشغيل صورة البقرة داخل هذا المحل التجاري ويقومون بالرش خارج المحل رش العتابة ورش خارج المحل وكانوا يرشون بالماء يكون مخلوط به شوية ملع وقليل من الماء الزهر وأعتقد أن رأيتهم من يقوموا بهذه الطريقة اليوم شفتموا في المدينة القديمة بفاس والرباط وهنا أنا لا أقول أن كل المحلات التجارية كل المقاهي مستهدفة من الأسحار المرشوشة أنا أقول أنه ممكن يكون نسبة واحد في الألف مستهدف وحاجة ثانية إذا كان صاحب ذلك المحل التجاري له أعداء أو له حساد فلو عنده أعداء أو حساد فإنهم يبدلونها ما في وسعهم لتدميره ولا أديته لهذا السبب نحن دائما نقول أن 90% من المعطوبين بالسحر والأمراض التي تحير الأطباء ناس مريضة مشاعر في المرض بتاعها يقول لك أنا لا أعلم شو عندك لا أعلم لا أذني يروح عند الطبيب لو عنده هو مصارين بثاعه يقول له عندك رأسك بإلمك عنده يعني خربط له كل حاجة يعطيه أدوية لا تنغافقه ذلك الشيء اللي عنده أو ليست هي بتاع الأشياء اللي هو يعاني منها لأنه يعاني من أمراض روحية أمراض روحية ليست الأمراض العضوية في فرق كبير جدا ما بين المرض الروحي والمرض العضوي فقد يحير الطب الحديث والعلم الحديث في هذا السحر سحر العثابات ومن تم إدخاله إلى هذا السحر دخل إلى سحر العثابات فكأنه كمن دخل دائرة مقفلة سوف يدور على الذائرة المقفلة يصير يلف فيها يدور ويعيش حياته تائه لا يفهم شيئا ويعيش حياته حيران ولا يفقه شيئا مما يدور حوله تقول له شهود الله أعلم نحن ماشيين يستنى الموت لا يصبح للدنيا طعم في الحياة الحقيقة أنه يكون هنا ميت ولكن الجسد يتحرك فقط وعقله متوقف يعني لا يفكروا في أي شيء إن شاء الله تعالى اليوم جئت لكم بالإبطال الصحيح والمذمر لسحر العثابات وموانعها فأقول توكل على الله تعالى وقم بما سأذكر لك وسترى من الخيرات والبركات والنور ما سيزيل عنك هذه الغفلة بإذن الله تعالى أما علاج ما ذكرت من أنواع الثلاثة كما نقول بالمغرب دقة بطلة فهو ما يعني تأخذ بإذن الله تعالى ربع كيلو من ورق السدر ورق السدر هو ورق النبق شجرة النبق وتضع معه مثله من الفيجر يعني خذ ربع كيلو من حبوب الفيجر النقي وتضيف لهم أيضا ربع كيلو من العرعار وتضيف للجميع خمسة لتر من الماء وخليه في هذا الماء هذا خليه لمدة أسبوع وكل يوم تحركوا حركوا عشان يخطيت بإذن الله تعالى في اليوم السابع صفيه حطوا في صفايا وصفيه وخذ ذلك الماء المصفى وتضع فيه قليلا من المسك يعني قدر حبة عدس من المسك وخلطوا بشكل جيد جدا وضع فيه كذلك كأس من ماء الورد وتقرأ فيه سورة البقرة سورة البقرة تقرأها مرة واحدة وقرأ فيه سورة الدخان مرة واحدة وقرأ فيه سورة الجن مرة واحدة القراءة أجود وقت للقراءة وهو في الصباح وتأخذ هذا الماء وتضعه في بخاخ تضعه في الرشاش وترش به ورش به كامل المنزل ورش به العتابات جوانب بثاء العتابات الأركان اللي في البيت رش به الأبواب والنوافذ وكل مكان ممكن تشك فيه أثناء الرش في الدخول رش تقول لكم وهو السماء العليم يا رش تكررها يا رش تكررها يروفها وهو السماء العليم وإن شاء الله تعالى هذا الرش كرره 3 أيام 3 مرات كل يوم مرة المرة أحسن وقت للرش وأجود وقت للرش يكون بعد صلاة المغرب وفي نفس اليوم اللي ستقوم فيه بين الرش بتاع منزلك أو محلك التجاري تبخر ذلك المنزل أو ذلك المحل التجاري بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى مباشرة بالشب الأبيض والحرمل والفاسوخ الأسود والجاو الأسود أو كرر الشب الأبيض والحرمل والفاسوخ الأسود والجاو الأسود ستجدونا في صندوق الوصف رابط ستلاقي الموضوع كله مكتوب إن شاء الله تعالى بالنسبة للشخص اللي يحس بأن المانع يحصق فيه متحكمون فيه بشكل كبير يقوم يوميا بإذن الله لمدة سبع أيام يمسح وجهه والذرع بثاعه بماء مقرؤ في صورة البقرة والدخان وصورة الجن يقود ماء ويقرأ في هذه الصور في نفس الوقت يشرب من هذا الماء ما يشربش من الماء اللي احنا سوينا عشان نرش هذا وحده الماء الثاني يكون نقي بتاع الشرب يكون نقي ماء مقرؤ فيه ويمسح منه ويشرب منه مدة سبع أيام فإنه يكون له شفاء بالنسبة للعثابات لو شكيت فيها إن الشيء مرشوش على العثابة قم بغسلها بالماء ماء والصابون والشيء هذه كلها حط الحيطان لو شكيت في أي حاجة قم بغسلها وبعدين قم بالرش بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الشيء لكي تزول تلك الموانع جواة البيت لو لاحظت حضور دباب رائحة غير طيبة رائحة غير كويسة جواة البيت أعلم أن هناك شيء غير طبيعي جواة البيت بتاقي ذلك البيت هذه الطاقة الشيطانية بتيجي من العثابة أغلب الطاقات الشيطانية أكرر تيجي من العثابة بتاعت البيت أحبابي في الله لكي لا أطيل عليكم مقول تقبلوا فائق المحبة والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته